يعني لأ أنا بتعمل بالشراسة قوي مع موضوع المنع الناس منها تنزل البحر ده أو المية قوي إن فيه عمصرية غير طبيعية وفكرة إن.. والله ودي حاجة ببرا عن تراقي الشخصي يعني دي حاجة فكرة إن إحنا تطارينا إن إحنا نلبس ميوهات بـ 20 ألف جنيه شرعي عشان نيبن لقى لها جماعة إحنا محجمات بس يعني هي هادي غالب على مثل حلت مشكلة فقاً حلت أزمتهم هما يعني سيبك إن الأزمة دي ممكن حلت أزمتهم هما هو بس عملت أزمة إن خلاص لو أنت إشتابي إسماعيوها دي أغالب يبقى يبقى أنت محجبة والله أصلاً أنا يعني بتكلمك أنا عيلتي محجبات كلهم يعني أنا بدعي ربنا إن أتعرض للموقف ده إن حد يطلقهم من المية أو حد يمنعهم من تقول هيتك أو حد يعني إن دي في رأيي وساخة وبنسب نفس الوقت برضو ما هي أنا خيرين نتكلم إن في وجهة النظر للموضوع ده أنا شايف إن أنا مش هتخنق عشان أخش في المكان بس من حقيقة أولي أبن كان يبني يعني آه يعني مش عقد أقول لأ المكان لأ أنا هخش لأ خلاص ده مكانك ده بيتك إنت في بيتك ما بتدخلش تخان يا سيدي والله العظيم عادي إنت ما بتدخلش تخان في بيتك مش هقولك لا أنا عايز أدخل لا يا عم نخرج بس ده بيت ابني بس ودي وجهة نظري في الموضوع يعني ده أنا في رأيي أنه هيحل الجدال إحنا نبطل إن نحاول نخش الأماكن دي بس نفس الوقت ده مش العادي يا جماعة ما هو ساعات برضو أنت هتبطل تحاول ساعات بيه فيه خطوبة جوا ما أنت عايز عيد ميلاد حد صاحبك جوا ما هو بقى أبطل في حيطة أنك تبطل تخش دي ما هو مكانهم واللي مسكينه أوساخ يبقى الناس بقى أنا بقى أتكلم ما يلاقوا إن فيه سبعة ثمان خطوبات تلقت أو فيه سبعة ثمان فنس تلقت هو بيفتح عشان يأكل عيش مجرد أن أنت عندك ثقافة مجرد أنت عندك كعدة ملهاش أي لازمة المرة داخل الكبارية مش عابل يقولت كده على هوا أنها دخلت كبارية المرة داخلت كبارية قلت لابس كاب قال لي إلاعه من أنه يخش المحجبات والكابات دي أغرب حتى يسميتها في حياني بجد الله والله فهش تخش لابس حجاب أو كاب فقلت هل في حاجة بتحصل جوه هل في حلاء والله غريبة دي ليه أنا عايز نفسه شوه يدخلوا عفوام كريكا دول شوه يدخلوا عمل إيه شوه يدخلوا عجبوا كاب إمتى طب تبقى الحاجة فجة؟ أنا ببنامك بتاعي فجة جدا فجة جدا ساعة ما بستحملش أشوفه طب تتفرجش على الحلقات خالص خالص ما بشوفهاش في حلقتين تلاتة شفتهم تانية لكن الباقي طب أنت عندك أطفال؟ أنا بليك بتنزل صور على إنسان يا لخواتي يا طبرا عيالي طب لو حد فيهم كبر ولقيتك شوية يعني عشر سنين كي أقول حاجة ولقيتك بيقولك أنا عمل برنامج زي اللي انت بتعمل ده هتساعده في الكتابة؟ لا طبعا هتساعده فيك طريقة تعبير يعني خلينا نتكلم في حاجة أنا بالنسبالي أحسن بكتير قوي إن أنا أقول دي اجتيمة وده غلط وده بني عدم سافل علي مجدش مشكلة بس في حاجات كتير قوي بتتقال في الصياق عادي بتبقى غلط يعني يعني بالنسبالي إن عادي إن بيباني إن دي الشتيمة وده غلط جدا ما يفعش تقولها دي كلمة وحشة جدا بس أحسن ما أعد أدخل في وسط الحاجات أردعو حاجات غلط في وسط الكلام العادي وأصلا بقى أنا عايزة كنها الكفة دي مين قال دي شتيمة؟ مونيري دي شتيمة كلمته مفضلة طعم نحن نتكلم في تلفون أنا هو بجد والله العظيم وراجل لطيف جدا يعني باقي كل ما بتقبل شوه مونيري فقط يعني راجل اللازيز جدا والله العظيم وده وجيت نظري فيه من الأول عماته إن هو مصدق فدي حاجة شايفة لطيفة جدا مش بيه مش برسونة أخدها مش لا 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 أهو مصدق فشوة فدي حاجة كويسة ربنا برضو مين اللي قالني دي شتيمة أصل الشتامي تختلف بتلاقي مثلا بيقولك في الكويت ماكوى دي في السعودية برضو ريس عارف ما أدودك فيه تابه مثلا بيقولك يعني مثلا احنا حتى هنا في مصر بنقول هنا في القهرة بتزود همزة بتعدي شمعنا بقى أنا معرفش برضو يعني قصد دي الناس هاي اللي بتحدد بما إننا بنوضع الكشك بنقولها مش بشتيمة مش بشتمك بيها يبقى خاصة ما بقيتش عيب إحنا اللي بنحدد هي عيب ولا لا انت لو بتحدد العيب برضو انت ممكن تسمع شتيمة بالإنجليزي تتقبلها كويس وبعركات تقولها تود وتقول على MBC2 هي عادي في كل جملة اللي فيها ها لكن تيجي تقول اي حاجة بالعربي انت بقيت نوت نك عشان بايكت مشروب مولتاش خد أطمع ممكن أعرف زي الدرينكين جيم كن بقول لي ايه أكتر اطلالة جريئة في مهرجان أو بتاع في دماغك لممثلة أو مثلة يعني مثل دي كانت باعشة أمير باعشة أمير باعشة الموضوع ده فجأة راح بتصوره وفتح أخوض عمرك ما تلاقيها ما تلاقيها أنا كانت كنت بلاحطة أي تون دبي نعمل هاش علاقة حلو حلو قوي بحب الموضوع ده قوي ده ما تقول لتصريح جريئ في تصريح جريئ وغذرن مش فكرة يا اسمين صبري ولا كانت مين لما قلت في الكورونا قالت الناس اللي هتعيش هتعيش اه ما ده اللي حصل الوها الناس اللي قلت شدمتها بس ده بالزبط اللي حصل لأ تصريح الجريء كان بتاع وزير الصحة السوداني في فضلت الكورونا ده ممكن اقصد حيات انا بحل الكنسيبت بتاع السودانيين اللي هو بتاع الجلبية والشين عشان بكاس سايفوا الحوار ده جلبية السودانيين والشين عشانه يلبس على اي ناحية مايقعدش يقلع ويلبس تاني اهو الله اهو الله هي مش عارف لي عندي احسن دي فكرة عبقرية طبعاً ومع بقرة عمد كم يا سكان باشخ اكسب بالله وعمد ان الكسل بيورد اختراعاتها طبعاً طبعاً ما اللي اختراعها اي حاجة اللي اختراعها كاسلان اختراع الرموت ده كي كاسلان اللي اختراع كسل الرموت والسمارت هوم ده وفعلاً ما تفكر فيها انت انت لو شرط او شيرط هتقلبه اه جلبية باشي طالني ترن النهاردة يا قوحلي يا عم مش باشي يعني ماشي بس في وزير الساحة سوداني كان تلقى ساعتا ما ناس كلها بتتكلم ووزير الساحة يتلع بقى قال بتتعب بني اتديك بقى ندهول بتتعب او نديك قصة جيب ساعة ما بتموت والله وده فعلة برضو من غير تجميل بس ده اللي حصل ده الأزمة العالمية وناس كتير ماتت اكتر فيلم جريء اكتر فيلم جريء كان اسمه بالألوان الطبيعية تقريباً كان فيلم انا فاكت ان انا شفته ايو ده بتاع كريم اسم كريم كريم كان فيه كم زرط بقى قلت ايه ده الكلية دي هتعلم و المجتمع حتى رأيه بيتغير في الحاجات دي يعني انا بحس التاتوهات جات في فترة من مثلاً من 15 سنة مثلاً كارسة كارسة اللي هو ايه ده بتاع انت عاملت التوت باللوقتي بحس عادي يعني حتى المجتمع تقبلها كتر عشان شافها كتير ما هو اي حبيث ده بانطرونات بانطرونات ده هما طلعوا ميتين أبونا من بانطرونات شوية بداية فشخ شوية سعى فشخ شوية مجرعان في ايه مدستور وطياط يعني كل شوية بيعملك حاجة في بانطرون يعني الدمان اي اي فده اللي بيحصل لغاية لو متعود عليها بالزبط زي شكل يعني معاش الاطلالة الجريئة اكتر اطلالة جريئة في مهرجان القاهرة مثلاً او الجونة لو رحت مهرجان كان ولا محدش ياخد بالوصل طبعاً طبعاً فالناس مع الوقت بتعود تتعود يعني بس هي او مش هتخليني ما عملهاش انا بخافها ندم لا لا يعني بخاف اعمل حاجة بعد سنة ازهق ما بتشوفهاش بتنسى بقى ها بتشوفهاش ما بتشوفهاش تفديدك عادي انت مش هتخل حاجة غريبة يعني انت مش إلا لو عملت اسم حبيبتك طبعاً نعم ده 90% من الناس اللي بتاعمل الحركة دي بيسيبوا بعض وبيرجعوا شلوهم بقى بس انا بشوف ان هو المفروض بعد كده يتعمل حاجة او حطناس حاجة ان هو ما يشيرهم بالكوي اي 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 ننتغبي او نتنزل يا حبيب بس اي عالف بس انت الوقت في عاجة غريبة اول بشوفها ايه تتوهات ولا اخرج في تتوت على الوش اي 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 احبطوك حاجة قدنا اشوفها مصر تتوت على الوش اي افكار اشتعمل حاجة بعداً تنقل بتاع اذكرت في 2010 مثل ايه من الاقتر الحاجات اللي دي بس اعميدة لما نزل في لازرق لا من زمان طيب مايك تايسون تتوتلوش مايك تايسون ده بي يبوتني طب ايه لا خلاص بقى انا انا لازم انا اعملها لا بس بقى ناقل لهم يعني بقى ضامن مثل ما معايا 10-20 مليون دولار مش هتك حد كده كده يعني انت ناوي تشتغل دبلوماسي يعني في يوم الأيام ايه؟ ناوي تشتغل شغلانة اللي هي لو عامل تتتوت منعك لا بس ايفريد مثلت يا سيدي اه لأ ازمان فعندي يا تتتوف وشي بيجي كل شوية طاعت ستايلس تشتيني هلو منك هلو منك ما فكرتش تمسب هلما فكرتش تمسب طب بس فكرت طبعا لاذ ما بقى كوميديان شوطر اوي 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 لما وصل مراحمة وعنى من الشطارة كواميديان همثل طب بقى كوميديان شوطر التمثيل بقى يعني بقى دايما بس هو التمثيل بقى وجهة يعني حتى الناس المشهيرة على السوشيال ميديا عايزين يمثلوا بقيت الناس اللي الناحية التانية سواء الشركات المنتجة مع عدل عدل جروب عشان بس بيبقوا عايزين اننا مثلا لو انت مثلا الناس في طاعد محمد عبدالعاطي يمثل ده واحد عنده ناس ممكن تخش تفرج على فيلم عشان محمد عبدالعاطي فهو سيلنج بوينت فانا انا عايز امثل لما ابقى ممثل مش سيلنج بوينت ان انا اما لو همثل فهمتك فهمتك لا لو همثل امثل دور صيدالي امثل دور ود في جامعة طب لو في دور ولازم تحلق دقنك لا طبعا فلوس معينة طبعا كده خلق نفسي بعدد معين من الفلوس لكن يعني عشان انا من غير ده انا بقى طيب كاملة عارف مؤسس بطاطس لا ما يفرد عملوك فيلم زي احمد زي اتش دبور كده اللي هو لازم تحلق عشان مش اعرف هاخد فلوس كتير فشخ ايه اصح هاخد فلوس تعاني في السيبيزة لقاتلي متاني انت اطلع انت وصلت وصلت للمرحلة دي في كام شهر كام سنة سنين سنين قديك يعني قدمت في الجيش يعني بقى لك قديه ما حطتش موسى على بقى اربع سنين اربع سنين ومن ساعتها اللي هو عدو بتحلق بقى اسقص كده اه لازم بقى حلق وصك فيه قوي يعني ام يعني اه يعني اللي يقى اسقص في ده اده جاوز اختي ام بنفس السكة يعني بس فانا اقول لك نرجع وموضوع التمثيل ان انا بخيفة هو بقى كاركتر ان الكاركترز بتموت صح يعني ممكن اطلع في فيلم يجي واحد بقى ضيف شرف وحد يقولي يابني الكوك هكارنش نينك وهبقى الكاركتر بيموت خلاص واحتمال بتتحرق بقى اه انك خلاص انت صح مش احتمال دول ماماتك هتحرقت ام فلو همس لها مس يعني مش قولك طبعا ان اروح انا مش هطلع تعرض عليك تعرض عليك انا مش بقولك انا مش عايز امثل عشان كاريزما انا بقولك ان انا لا لا ما فهم عايز امثل ايو ايو يعني لو همثل اخد ورق ورشة تمثيل وهمثل وطبعا مش قولك انا عايز اعمل اكشن مش هنه حامل في الحتة اللي انا شاطر فيها اللي هي للكوميديا بس انا اتمنى اكتب اكتر ام ان دي الحاجة اللي انا هو وثق من نفسي فيها يعني تخش السينما انك تبقى كاتب الاول اه بجد دي عامات انا هتضيف لك يا ابو ميس طبعا بتاع بلاي ستيشن اه بتاع بفيفا معانا بفيفا مابعاش غير فيفا لو زيتين فيفا معانا اللعبة اللي هي بتاعتك دي انا قرأتها خلاص بس انت بتقول لي انت مع عمرك ملعبتها مالابولك قرأتها كشكل اه انا يلمنت هو انت اللي عملتها اول واحد لأ اه ايه بقى عملت ايه طبعا انا في ناس بصراحة اخويا هادي و 12 واحد دول مش براضي ايه انا في الاول الناس يقول لها كانت فاكرها ماركتنج ستامت مني ام يا ابن اللعيب ويقولهم اه اي رأيك ام عمالتش حاجة ان يمس في ايه تلي اذا بيحصل لأ انت لحد سرقها وحط عليها فيديو حرامي ما عبكري فكرة عبكري اه طبع وعجبني ان انت خدتها قلتها اهأ امالتها اه بس متأخر يعانا غبي كمير معانت قل عبدا يا لعيبة باب جي متأخر عيبة باب جي من 6 ورى بسا حاها ايه انا بصراحة مارتش بلد اذا قد حاجة بلعب باب جي طب يا الله بيانا أنا بلستش اه اعايز